بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد أبطال طلاب وطالبات الصف الثالث ابتدائي في مراجعة لما تبقى من دروسنا يا أبطال اللي أخذنا فيها في الحصص الماضية إثراءات لما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثالث اليوم إن شاء الله رح نستكمل بعض الدروس وننهي بإذن الله مراجعتنا كاملة يا أبطال خلونا نشوف مع بعض استكمال دروسنا يا أبطال التسلق بطريقة صحيحة وآمنة بواسطة عقل حائطية ماذا تعرف عن التسلق بواسطة عقل حائط؟ التسلق من المهارات الحركية الأساسية التي تتم بتتابع منتظم لأداء اليدين ورجلين ويتطلب التسلق التحكم في أداء الأجزاء المتحركة من الجسم والسيطرة عليها صعودا ونزولا ويساعد التسلق في تنمية القدرات البدنية لدى الطالب باختصار يا أبطال هذه عقل حائط أو السلالم العمودية لأنها تأتي بشكل عمودية أبطال يتم التسلق درجة درجة حتى الوصول إلى نهاية السلم تكون دائما لها خطوات فنية راح نستعرضها مع بعض أبطال رجعها سويا ويمكن أن يتم التسلق باستخدام سلالم عمودية وفيما يلي وصف لأداء مهارة التسلق باستخدام السلالم العمودية أولا تبدأ المهارة من وضع الوقوف أي تقف مواجها للسلم يا بطل يقبض الطالب باليدين على أحد عارضة السلم التي تكون في مستوى صدره أي لو كان طولك مثلا يصل صدرك إلى هنا تمسك العارضة هذه يا بطل أو هذه حسب مستوى صدرك أو إذا كان مستوى صدرك هنا مثل ما نشوف هنا الطالب يمسك تقريبا مستوى صدره ستكون العارضة هنا بعد ذلك رقع خطوتين أو صعد خطوتين حتى وصل إلى العارضة ما قبل الأخيرة تكون قدمان على الأرض بجانب بعضهم القدمين في الأرض يا أبطال تكون بجانب بعض وتشير للأمام باتجاه السلالم العمودية أي أن تشير أصابع القدمين والمشطين يا أبطال اتجاه السلم العمودي فلا يصح أن تميل لليمين أو لليسار يا أبطال بل للأمام يا أبطال تبدأ حركة الصعود بوضع أحد القدمين على عارضة السلم السفلية الأولى نبدأ بالعارضة الأولى ثم الثانية الثالثة الرابعة الخامس حتى نصل إلى النهاية يا أبطال تحميل الجسم عليها مع رفع القدم الأخرى عن الأرض لوضعها على عارضة السلم العمودي السفلية الثانية وفي الوقت نفسي ترفع اليد المقابل القدم المرفوعة على عارضة السلم العمودي الممسك بها لتمسك بالتي تليها عالية وتكرر حركة بالقدم واليد الأخرين وتستمر المهارة على هذا النحو بالتبادل باختصار أبطال اليد اليسرى تكون مع القدم اليسرى واليد اليمنى تكون مع القدم اليمنى يا أبطال أي صعودا ونزولا اليمين تكون اليد والقدم مع بعض واليسار اليد اليسار والقدم اليسار مع بعض نراعي دائما أن السلم يكون مثبت بشكل جيد في الجدار قبل أن نبدأ المنافسة أو قبل أن نبدأ أداء المهارة ونتأكد من سلامة جميع العوارضي أبطال حتى لا نسقط ودائما رأي أن يكون هناك مراتب طبية حتى لو سقطنا لا سمح الله نسقط على مراتب طبية فوسائل الأمن والسلامة أهم من آداء المهارة كما نذكر دائما وليس فقط في درس التسلق بل في أي درس نتأكد دائما من عوامل الأمن والسلامة قبل آداء أي مهارة يا أبطال هنا صور لأداء المهارة مواجهة تقبض على مستوى صدرك العارضة التي تكون في مستوى صدرك القدمين بجانب بعضهم وتكون القدمين تشيرا للأمام والصعود درجة درجة الصعود درجة درجة حتى الوصول للنهاية والنزول درجة درجة في القدم اليمين مع اليد اليمين والقدم اليسار مع اليد اليسار صعودا ونزولا يا أبطال بعد ذلك دخلنا على التصويب على هدف ثابت أو متحرك باستخدام يد واحد أو القدم وتكلمنا سابقا عن التصويب بالقدم يا أبطال اليوم سنركز على اليد يا أبطال التصويب من المهارات الحركية الأساسية التي تتم بتوجيه كرة نحو هدف محدد باستخدام اليد أو القدم ويتم تصويب الكرة بتحريكها مباشرة من خلال إنتاج قوة عضلية في اليد لتوجيهها نحو الهدف يعني باختصار قوة عضلية يا أبطال حسب مكان الهدف وحسب حجم الأدات يا أبطال ويتم التصويب باليد بأساليب متنوع ومن أبرز العوامل التي تؤثر على تصويب الكرة باليد أولا يا أبطال حجم ووزن الكرة حجم ووزن الكرة نلاحظ يا أبطال لما يكون الهدف أمامي الكرة اللي راح مسكها بيد يا أبطال أكيد أداء المهارة بالقدم مثل ما ذكرنا غير اليد يا أبطال ترسنا في الدرس الماضي أو في المراجعة الماضية يا أبطال عن أداء المهارة بالقدم لا اليوم باليد يا أبطال راح نبدأ أكيد بكرة صغيرة أفضل من أننا نبدأ بكرة كبيرة حتى يكون سهل السيطرة عليها وزن الكرة يفترض أن يكون مناسب لإيصال الكرة للهدف بعد ذلك يا أبطال حجم الهدف يكون حجم الهدف نبدأ بحجم كبير جدا وبعد ذلك يتم تصغير الهدف كلما أصبناه وبعد ذلك يتم تصغيره بشكل أصغر حتى نصل يا أبطال إلى أصغر نقطة نستطيع منها إصابة الهدف وبكذا نكون قدرنا نمي قدرتنا مهما كان حجم الهدف نستطيع إصابته موقع الهدف يا أبطال أكيد لما أصوه بموقع الهدف هنا غير لما يكون موقع الهدف هنا غير لما يكون هنا يا أبطال غير لما يكون هنا فكلما أصبنا الهدف نحاول نبعده بعد ذلك حالة الهدف هل هي ثابتة أم متحركة لما الهدف يكون يا أبطال متحرك وأحاول أصيبه غير لما يكون الهدف ثابت وأحاول أصيبه يا أبطال باختصار يا أبطال التصويب سواء بالقدم أو باليد يعتمد على حجم ووزن الكرة في كل الحالتين التصويب باليد يا أبطال رح نستفيد منه في أشياء كثيرة أولا في كرة اليد يا أبطال سواء بالتمرير سواء بالتصويب وهذا رح تاخذ في مراحل متقدمة في رياضة كرة اليد أيضا يا أبطال حجم ووزن الكرة والسيطرة عليها أكيد رح تفرق في رياضات متعددة مثل كرة اليد كرتها أصغر من كرة السلة ووزن كرة السلة أعلى من وزن كرة اليد فلازم نراعي دائما أن التصويب أو التمرير يختلف من رياضة إلى أخرى هذه المهارة يا أبطال رح تنمي لك إن شاء الله وتساعدك على تعلم المهارات الأساسية في هذه الرياضات بشكل ميسر وبشكل سريع بإذن الله حالما إذا أديت المهارة بشكل جيد وفق ما نذكر يا أبطال أنك تأخذ كرة وزنها مناسب وحجمها مناسب والهدف يكون قريب وحجم كبير وأيضا ثابت بعد ذلك نحاول أن نبعد الهدف ونصغر حجم الهدف ويكون الهدف متحرك فما ينفع أن نبدأ من الصعب يا أبطال نتدرج دائما بالسهولة حتى نصل إلى الصعوبة والسهولة تبدأ بهدف حجم كبير ويكون قريب ويكون ثابت بعد ذلك يكون حجمه بعيد وحجمه صغير ويكون متحرك يا أبطال بكذا تكون نميت مهارتك بالشكل كبير بالتصويب باليد أو القدم اتجاه هدف ثابتا أو متحرك أي أن كان حجم الهدف يا بطل بعد ذلك دخلنا على عنصر مهم من عناصر اللياقة البدنية وهو الرشاقة وعرفنا هنا هي القدرة على التوافق الجيد للحركات التي يقوم بها الفرد سواء جميع أجزاء جسمية أو جزء منها نشوف الصورة هنا يا أبطال الجلوس على أربع ثم تغيير الوضعية ودفع قدمين الخلف ثم القفز عاليا باختصار يا أبطال الرشاقة لما نجي نقول الشخص هذا الرشيق بناء على إيش نقول الشخص هذا الرشيق يا أبطال لما نشوفه يتحرك بشكل سريع معناتها أنه إيش رشيق فالرشاقة دائما إيش مرتبطة؟ مرتبطة بالوزن المناسب لك يا بطل فإذا اكتسبت وزن جدا عالي لن تستطيع أن تكتسب عنصر الرشاقة بسهولة يا بطل فدائما تخلص من الوزن الزائد واكتسب الوزن الصحي المناسب لك من خلال الالتزام بالعداة الصحية أو الغذائية الجيدة ومن خلال أداء التمرين الرياضية باستمرار وكذا تكون تنعم بحياة صحية وتستطيع اكتساب أكثر من عنصر منها عنصر الرشاقة يا بطل أنواعها عندنا نوعين يا أبطال عندنا الرشاقة العامة والرشاقة الخاصة الرشاقة العامة هي قدرة الفرد على أداء واجب حركي في عدة أنشطة رياضية مختلفة بتصرف منطقي سليم أما الرشاقة الخاصة هي القدرة المتنوعة في متطلبات المهارة للنشاط الذي يمارسه الفرد أكيد أنه كان عندكم الآن تصور عن الرشاقة كل درس أكيد لما نذكره عندكم تصور عنها يا أبطال غير لما يعرض لك الدرس أول مرة الرشاقة العامة يا أبطال أكيد كلكم تحرفون أن جميع الرياضيين يفترض أنهم يتمتعون بالرشاقة لأن أغلب الرياضات تتطلب تحرك من مكان إلى آخر وبوضعيات مختلفة يا أبطال فأكيد أن أغلب الرياضيين يمتلك الرشاقة العامة ونذكر تمرين تساعد على تنمية الرشاقة العامة أما الرشاقة الخاصة هذه صعبة أنك تحصل عليها بسهولة لازم تنميها من الصغر وتستمر بأداء تمرين وتزيد من صعوبة التمرين حتى تحصل عليها نشوف الرشاقة الخاصة أن تتطلب حركات محددة نلاحظها دائما في بعض ألعاب القوى أو في بعض ألعاب الجنباز يا أبطال نشوف كيف يؤدي الرياضي في اللعبتين هذه أو في الألعاب هذه ألعاب الجنباز أو ألعاب القوى كيف يؤدي المهارات بتصرف على قراته منتقي سليم ويكون يؤديها بشكل سريع ومن دون الوقوع بخطأ مع تغيير الاتجاهات واستخدام أكثر من عضلة ولا يقع بخطأ بسيط حتى لا يتعرض للخسارة يا أبطال لذلك لن تكتسب الرشاقة إلا إذا استمرت بأداء التمرين واكتسبت الوزن المناسب دعونا نشوف العوامل المؤثرة عليها الأنماط والقياسات الجسمية العمر والجنس الوزن الزائد التعب والإعياء الأنماط والقياسات الجسمية يا أبطال نحن نعرف أن الأنماط والقياسات الجسمية تختلف من شخص لآخر فأكيد أن أصحاب الوزن الزائد لا يمكن أن يتمتعون بالرشاقة أيضا أصحاب النحف الزائد أيضا لا يمكن أن يتمتعون بالرشاقة يفترض أن يكون الوزن النحيف اللي فيه أيضا قدرة عضلية يا أبطال وهذه تعود لك أنت ليس شيء وراضي بل تستطيع أن تتحكم بجسمك من خلال إنزال وزنك أو زيادة وزنك حسب اللي يحتاجه جسمك أو حسب الوزن المناسب لك يا بطل فأنت من يتحكم في جسمك يا بطل فحاول أنك تصل إلى الوزن الصحي المناسب بالالتزام بالعادات الغذائية الجيدة الالتزام بالنوم المبكر الالتزام بالرياضات أو برياضة محددة بشكل يومي حتى تصل إلى الوزن المناسب بعد ذلك نتكلم عن العمر والجنس أكيد أن العمر الصغير يا أبطال لما يكون بعمر 10 سنوات إلى 15 سنة غير لما يكون عمرك بالأربعين أو بالخمسين فكلما زاد عمرك كلما أكيد قلت رشاقتك فحاول اكتساب الرشاقة من عمر المبكر يا بطل وأكيد أن الرشاقة تكون من عمر 12 أقل أكثر رشاقة وكلما زاد العمر قلت الرشاقة أيضا الرشاقة لدى البنات أكثر من الذكور وبعد سن البلوغ تزيد الرشاقة لدى الذكور أقل من البنات أيضا يا أبطال ننوه على أن التعب والإعياء وهذا ليس فقط في عنص الرشاقة بل بجميع التمرين أو بجميع عناصر اللياقة يا أبطال إذا كنت تشعر بتعب أو جهد أو إعياء رح يؤثر أكيد على أدائك في عنصر الرشاقة أو في جميع العناصر الأخرى فتوقف دائما عن ممارسة الرياضة أو أي نشاط إذا كنت تشعر بتعب أو جهد أو إعياء عرفنا أن العمر والجنس والوزن الزائد والأنماط الجسمية والتعب والإعياء هذه العوامل المؤثرة يا أبطال على عنصر الرشاقة تمرينات تنميتها الجلوس على أربع ودفع قدمين خلفا الجري المتعرج الجري مع تغيير اتجاه الجري المتعرج يا أبطال لما نحط أقماع ونحاول الجري فيما بينها يا أبطال بدون أداة لما نبغى نزيد الصعوبة ونضيف مع عنصر الرشاقة عنصر التوافق نستخدم كرة سلة والدخول فيما بينها أو كرة قدم والدخول فيما بينها فكذا أنا جماعة عنصرية مهمة يا أبطال أيضا الجري مع تغيير الاتجاه لما أجي وأقولك على الصافر تغيير اتجاهك مرة يمين مرة يسار فتجري بالشكل هذا مرة يمين مع الصافر ثم يسار ثم يمين ثم يسار ثم للخلف ثم للأمام أنت بكذا تكون تلتفت وتحاول أنك تأدي من دون خطأ وبكذا تكون نميت عنصر الرشاقة وجميع التمارين تستطيع عداها في المنزل الجلوس على أربع مثل ما شرحنا بداية الحصة تكون على اليدين والقدمين بالوضعية التي نحن شايفينها بالصورة هذه يا أبطال بعد ذلك محاولة دفع القدمين الخلفا للوصول لهذا الوضع يا أبطال بعد ذلك دخلنا على درس مهمة هو الألعاب التمهيدية للرياضات الجماعية فما هي الألعاب الجماعية؟ هي مجموعة متعددة من الألعاب الجري والمطاردة وألعاب الكرات الصغيرة والألعاب التي تمارس باستخدام أدوات وبدونها والألعاب الرشاقة والتي تتميز بطابع المرح والسرور والتنافس مع الذات ومع الزميل كما أنها تتميز بمرونة قواعدها قواعد تنظيمها وبسهولة ممارستها ندقق هنا قواعد التنظيم وسهولة الممارسة وتكرارها ولا تحتاج إلى صلاة رياضية ولا تحتاج ملاعب مقاييس خاصة أو قوانين خاصة يا أبطال سنبدأ بالعاب في كرة القدم أولا نعبة كرة القدم الساخنة نحتاج أن نشكل دائرة وعدد الطلاب فيها من 20 إلى 25 طالب يا أبطال ونحتاج كرة قدم صغيرة طريقة اللعب يقف الطلبة في دائرة وتوضع كرة القدم عن الأرض أمام أحد الطلبة يصيح الطالب قائلا كرة ساخنة ويقوم بركل الكرة داخل الدائرة إلى أحد الطلبة في محيط الدائرة ويجب على من تصل إليه الكرة من الطلبة أن يقوم بركلها بسرعة قبل أن تحرقها يستمر الطلبة في ركل الكرة حتى تخرج من الدائرة أو تفقد بأي طريقة من الطلب فيتناولها الطالب آخر ويقوم بتسخيلها مرة أخرى يمكن استخدام كرة بديلة يمكن عمل أكثر من دائرة حسب عدد الطلبة في الصف يراقب المعلم الطلبة في كيفية ركل الكرة بوجه القدم الداخلي باختصار يا أبطال ألعاب التمهيدية لا ترتبط بالقانون ولكن لها علاقة في رياضة كرة القدم فهنا ركزنا أن المعلم سيركز على التمرير بوجه القدم الداخلي أحاول تنمية مهارة من خلال إدخالها في لعبة صغيرة حتى يستوعبها أغلب الطلاب أكيد أن الجانب المهاري وأكيد أن الموهبة تختلف من طالب إلى آخر فتعلم الأشياء سيختلف من طالب إلى آخر لكن بإدخالها بلعبة صغيرة رح تضيف المرح أكثر في الحصة ورح أيضا نستفيد منها كإحماء قبل بداية الدرس وأيضا رح نستفيد منها من إدخال مهارة مهمة في رياضة مهمة مثل كرة القدم وبدون قوانين أو الاتزام بقوانين والأهم من ذلك يا أبطال تطبيقها بشكل صحيح طيب لو ما عندي المساحة نستطيع تكسيم الطلاب إلى دائرة صغيرة أو دائرات صغيرة يكون عدد الطلاب من الخمسة إلى العشرة في أكثر من دائرة وبعد ذلك يكون الطالب حسب النداء لحدد المعلم مثلا كرة محتلقة ويتم تمرير الكرة ثم تبادل الكرة بين جميع أفراد الدائرة في حال لم تخرج الكرة خلف الطلاب ينتهي الطالب ثم يبدأ طالب آخر حتى ننتهي من اللعبة أو حتى ينتهي الوقت المحدد للعبة بكذا نكون ننتهينا من اللعبة الأولى نشوف اللعبة الثانية يا أبطال لعبة كرة القدم الحرة صفان متقابلان وكرة قدم صغيرة صفين يا أبطال متقابلين يا أبطال يرسم خطان المسافة بينهما عشر متر يعني المسافة بين الخطين عشر متر يا أبطال يقف الطالب في صف خلف أحد القطين مع عدد طالب واحد يقف خلف الخط الآخر معناتها هنا الطلاب يقفون خلف الخط ويوجد طالب هنا لوحده خلف الخط الآخر ينادي الطالب الذي بحوزته الكرة أحد أسماء الطلبة ثم يقوم بضرب الكرة نحن ولو افترضنا أن هذا طالب رقم واحد اسمه محمد ينادي محمد يمرر له الكرة بعد ذلك يمسك الطالب الذي يسمع اسمه الكرة ثم يضعها خلف أو فوق قط ويضربها لعادة إلى الطالب المعلم هذا الطالب المعلم هنا يعيد له الكرة ثم بعد ذلك يستمر للعب هكذا حتى ينتهي الطالب المعلم من ضرب الكرة إلى جميع الطلاب معناته يمرر الكرة إلى جميع الطلاب في الصف وهم يعيدونها له يا أبطال بعد ذلك يستمر اللعب هكذا حتى ينتهي الطالب المعلم من ضرب الكرة إلى جميع الطالب وينادي الطالب المعلم كرة حرة ثم يضرب الكرة نحن الخط المقابل للطلبة ويحاول كل طالب ممسك بالكرة من ينجح في مسك الكرة بعد الانتهاء من التمرير للجميع أو إيقافها يصبح معلما جديدا فلو افترضنا أنه المعلم رقم خمسة هنا يا أبطال أو الطالب رقم خمسة هو اللي مسك الكرة يحل محل زميلة هنا وزميلة هنا يعود إلى القاطرة مع زملاء يا أبطال يمكن استخدام كرة بديرة يمكن عمل أكثر من خطين حسب عدد الطلبة في الفصل يراقب المعلم الطلبة على كيفية ركل الكرة بوجه القدم الأمامي هنا نحاول أننا ندخل مهارة في كرة القدم التي هي ركل الكرة بوجه القدم الأمامي اللعبة جدا سهلة يا أبطال وممتعة وأيضا تساعد على إدخال الإحماق قبل بداية الدرس آخر لعبة معنا في كرة القدم لعبة أهرب من كرة القدم تسع إلى خمسة وعشرين وثلاثين طالب نحتاج ساحة واسعة الأدوات المطلوبة كرة قدم صغيرة طالبان اثنان يقفان خلف أو على جانبي المساحة المحددة لتنفيذ اللعبة وكل منهما يمرر كرة للآخر وباقي الطلاب في انتشار حر داخل مساحة المحددة لتطبيق اللعبة يبدأ طالبان في تمرير كرة بينهما لمحاولة لمس أي طالب بالكرة في الوقت الذي يجري الطلاب المطاردون محاورين في اللعب أو للهروب من اللمس الطالب الملموس بالكرة ينضم إلى الطلاب الذي يقومون بتمرير الكرة وهكذا كل من ينلمس ينضم إلى الفريق الذي يمرر الكرة آخر ثلاث طلاب يعتبرون أنهم الفائزون في اللعبة لو افترضنا أنه عندي مساحة توزع فيها الطلاب عندي هنا طالبين معهم الكرة يا أبطال يحاولون المشي بالكرة وإصابة أحد زملائهم في حال أصابوا زميلهم هنا ينضم معهم ويحاولون لمس جميع الطلاب بالكرة حتى يتبقى عدد كم يا أبطال؟ ثلاث طلاب فلو افترضنا أن داخل الدائرة ثلاثين طالب منهم طالبين هم المسؤولين عن لمس الطلاب بالكرة إذا انتهوا يا أبطال من لمس 25 طالب الثلاث المتبقيين هم الفائزين نستطيع لعبها بشكل بسيط وعدم محاولة الأذى أو إذاء زميلي محاولة ضرب الكرة بزميلي بقدمه حتى لا يتأذى زميلي وبعد ذلك حتى يتبقى ثلاث طلاب وننتهي من اللعبة يا أبطال بعد ذلك ندخل على ألعاب في كرة السلة نبدأ بالكرة الأولى أو اللعبة الأولى كرة السلة النداء ترسم دائرة قطرها 10 متر قطر الدائرة يكون 10 متر كرة من نوع وحجم ووزم مناسب هنا حدد الأدات وخصصها طريقة الأداء يقف الطلبة داخل الدائرة ويعطى أو تعطى الكرة لأحدهم ويقف في وسط الدائرة يقوم الطالب الذي معه الكرة بالنداء على أحد الطلبة ثم يرمي الكرة إلى أعلى وعلى من يسمع اسمه أن يقف يلتقط الكرة بينما يجري جميع الطلبة خارج الدائرة ينادي الطلبة قف عندما ينجح في لقف الكرة يقف الطلبة جميعهم كلهم في مكانه دون تحرك يقوم الطالب الذي معه الكرة بيتصويبها على الرجلي أحد الطلاب لكي تلمسه فإذا نجح في ذلك يصبح الطالب الذي لمسته الكرة وسط الدائرة يعود الطلبة إلى داخل الدائرة وهكذا تكرر اللعبة إلى أن يقوم معظم الطلبة برمي الكرة والتقاطها باختصار أبطال كلنا داخل الدائرة يرمي طالب الكرة إلى أعلى وينادي باسم مثلا محمد ثم يأتي محمد يحاول التقاط الكرة قبل سقوطها على الأرض وجميع الطلبة يخرجون خارج الدائرة يا أبطال بعد ذلك من يلتقط الكرة يحاول تصويبها على أحد الطلاب بشكل لا يكون مؤذي يا أبطال ومن تصيبه الكرة يكون في المنتصف حتى يرمي الكرة لأعلى حتى ننتهي من جميع الطلاب لعبة مسك كرة سلة وتسليمها للزميل نحتاج قاطرات يا أبطال كرة سلة بعدد القاطرات أو كرة سلة بعدد القاطرات فلو كان عندي قاطرتين أو ثلاث تكون كرة سلة أمام كل قاطرة يقسم الطالب إلى مجموعات وتقف كل مجموعة على شكل قاطرة يمسك الطالب الأمامي في كل قاطرة كرة سلة باليدين وحيث تكون قدما متبعدتين يقوم الطالب الأمامي الذي يمسك الكرة باليدين بتسليمها لزميله الذي يقف خلفه من فوق الرأس عند الإشارة وهكذا يتمسك الكرة باليدين وتسليمها للزميل بالتبادل إلى أن تصل إلى الطالب الذي يقف في آخر القاطرة الذي يقوم بالجريل للوقوف في بداية القاطرة تفوز القاطرة التي تنتهي من الأداء أولا باختصار يا أبطال الكرة أحاول إعادتها من خلف رأسي كل واحد يمررها الزميلة حتى تصل إلى آخر زميل إذا وصلت له يعود إلى بداية الصف ومحاولة إعادة الكرة للزملاء حتى ينتهي جميع الطلاب ويصلون إلى المقدمة المجموعة التي تنتهي أولا هي من تفوز في المنافسة يا أبطال رشادات إمكانية استخدام كرة بديلة إذا ما توفرت عندي كرة سلة ضرورة أن تكون القاطرات متساوية بالعدد كل قاطرة إذا كان عندي ثلاث مثلا القاطرة فيها خمسة لازم القاطرات الباقية يكون خمس طلاب مراقبة طريقة مسك الطالب لكرة باليدين وتسليمها للزميل بطريقة صحيحة أي خلف الرأس آخر لعبة في كرة سلة يا أبطال نحتاج لعبة كرة سلة الفريق كرة سلة صغيرة يقسم الطلبة إلى مجموعتين متساويين في العدد تكون كرة مع أحد المجموعتين تحاول هذه المجموعة أن تمرر الكرة عند إطلاق إشارة البدء وبحيث تحاول احتفاظ بها بينما تحاول المجموعة الثانية قطع التمرير والحصول على الكرة تحاول المجموعة الثانية في حصولها على الكرة تمريرها بين أفرادها في الوقت الذي تقوم فيه المجموعة الأولى بمحاولة الحصول عليها وهكذا نحاكي مباراة كرة سلة ملعب مقسم إلى قسمين هنا خمس مثلا طلاب وهنا خمس طلاب يحاولون التمرير بينهم بشكل مختلف يا أبطال حتى تحاول المجموعة الثانية قطع الكرة إرشادات تعليمية تؤدى اللعبة دون تنطيط يعني ممنوع التنطيط أو المحارب الكرة وممنوع التصويب اتجاه البرج يجب أن تكون المجموعة متميزة لتجنب الالتباس مثل استعمال الشريط مثلا يكون في لون لكل فريق يراعى عدم المشي أو الجريب الكرة وعدم التنطيط حتى ولو في المكان معناتها نطبق أحد قوانين كرة السلة من خلال إدخاله في لعبة يا أبطال ينتج عن خطأ خسارة الكرة ويعطاها للمجموعة الأخرى أي إذا وقعت في مخالفة المشي أو الجريب الكرة أو التنطيط تسلم للفريق الآخر يسمح بجميع أنواع التمريرات التي تستخدم في لعبة كرة السلة حتى تنمي عندك أحد مهارات التمرير في كرة السلة يا أبطال من خلال لعبة صغيرة أخيرا كرة الطائرة يا أبطال لعبة تمرير كرة الطائرة المربع نحتاج أرض مستوية ويرسم عليها أربع مربعات طول ظلع كل مربع من خمسة إلى سبع متر أربع كرات طائرة وتكفي اللعبة من عشرين إلى أربعين طالب يقسم الطلبة إلى أربع مجموعات ويعطى لأحد الطلبة من كل مجموعة كرة تبدأ اللعبة بين يقوم الطالب الذي معه الكرة برميها عليه ويحاول الطلبة تمريرها إلى أعلى باستخدام كنتر يدين للاحتفاظ بالكرة عاليا أكبر مدة ممكنة مع مراعاة عدم خروج أي طالب من مربع مجموعتها يعني باختصاري أبطال عندي مساحة مربعة كل مجموعة راح تقف في مكانها ما حد يطلع خارج خط المجموعة ويجب أن تكون الكرة بالأعلى ولا تسقط على الأرض تعطى نقطة للمجموعة التي تمرر الكرة إلى أعلى بكل تريدين عشر تمريرات متتارية لو مررت هنا عشر تمريرات وللأعلى يكسبون نقطة تفوز المجموعة التي تحصل على أكبر عدد من النقاط في الوقت المحدد يجب الاهتمام بتمرير الكرة مسافة مناسبة إلى أعلى يجب مراعاة النظر المستمر إلى الكرة معنات هذا يتنمي عندي يا أبطال مهارة التمرير من أعلى أو الإعداد في كرة الطائرة يا أبطال لعبة جدا بسيطة وتخدم عدد كبير من الطلاب يا أبطال اللعبة الثانية لعبة تمرير الكرة الطائرة من أسفل ملعب كرة الطائرة كرة طائرة وأيضا 12 طالب أو 9 فقط طريقة الأداء يقسم الطلب إلى مجموعتين ويحدد لكل مجموعة نصف الملعب الخاص بها أي هذا ملعب الطائرة يا أبطال ست لاعبين في كل ملعب تنتشر كل مجموعة في نصف ملعبها ثلاث طلاب في المنطقة الأمامية والثلاثة الآخرون في المنطقة الخلفية نعرف أن ملعب الطائرة مقسوم إلى نصفين في كل ملعب كل ملعب يكون مقسوم إلى نصفين يا أبطال هذا خط المنتصف ويكون هنا ثلاث طلاب وهنا ثلاثة المجموعة ستة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة يا أبطال تبدأ اللعبة بالإرسال العادي من إحدى المجموعتين يكون خلف الخط لأنه يقول يطبق القانون التالي لكرة الطائرة ارتفاع الشبكة بحيث يكون أعلى من أطول طالب ما رح يكون قانون رسمي يا أبطال الشبك يكون أعلى من أعلى طالب وهو رافع ذراعيه بعشرة سنتيمتر يجب أن تكون التمريرات جميعها باليدين ومن أسفل أي يا أبطال باختصار لما أقسم الطلاب المجموعتين يجب أطول طالب ويرفع يده ونقيس الشبكة على طول يده بعد ارتفاعها للأعلى بعشرة سنتيمتر وبذلك يكون طبقنا ألعاب بسيطة في كرة الطائرة وتعلمنا الإرسال وتعلمنا بعض القوانين من خلال إدخالها في لعبة صغيرة يا أبطال لا يقل عدد التمريرات عن ثلاث ولا يزيد وهذا جانب قانوني يحتسب خطأ عند حدوث أي مخالفة لأي شرط من الشروط السابقة وتفقد المجموعة الإرسال ويحتسب نقطة المجموعة الأخرى تفوز المجموعة التي تكسب 15 نقطة أي المباراة من 15 يفوز من يصل إلى 15 إرشادات تعليمية يكون تمرير الكرة بصورة مستمرة من أسفل يجب عدم استخدام التمرير باليدي من أعلى معناتها أنه سينمي عندي التمرير من أسفل وممنوع التمرير من أعلى ولا تحسب عليك نقطة ينبغي الاهتمام بعدد مرات التمرير ويكون أقل مرتين لكل فريق قبل تمريرها للفريق الآخر آخر لعبة معنا أبطال لعبة الكرة الطائرة فوق الحبل نحتاج 6 إلى 8 طلاب ملعب كرة الطائرة بمقياس 4 إلى 6 متر كرة من نوعه وحجم ووزم مناسب يقسم الطلاب إلى قسمين بحبل يعلوه 20 سنتيمتر عن أطول طالب في الفريق مثل ما ذكرنا قبل قليل يقف كل فريق في نصف الملعب الخاص به ويحاول كل من اللاعبين الفريقين تمرير الكرة كي تعبر فوق الحبل بحيث يعمل إسقاطها على أرض منعب الفريق الآخر وحيث يصعب على الفريق الآخر مسكه ويعادة تمريرها باختصار ملعب مقسم ومحاولة إسقاط الكرة في ملعب المنافس نحاكي لعب كرة الطائرة يا أبطال ونحاول نطبق بعض قوانين الطائرة من خلال إدخالها بلعبة صغيرة ماذا يقصد بالقوانين للرياضات الجماعية؟ ما تتميز به الألعاب التمهيدية هو عدم ثبات قوانينها ماذا ذكرنا يا أبطال بإمكان معلم ومعلم التربية البدنية وضع الضوابط والقوانين التي تسهم في تحقيق نواتج التعلم المستهدفة في كل وحدة وبما يتوافق مع خصائص مراحل نمو طلابهم أول قانون معنى قوانين كرة القدم يا أبطال تتكون مباراة كرة القدم من شوطين يا أبطال منفصلة مدة كل شوط 45 دقيقة عدد لاعبين فريق الواحد في كرة القدم 11 لاعب يفوز في المباراة أكيد من يحرز عدد أكبر من الأهداف وتحسب نقاط المباريات في الدوريات يا أبطال ثلاث نقاط لكل فريق ونقطة في التعادل للفريق الفائز عفوا ونقطة في حال التعادل وفي حال الخسارة لا تحسب نقاط يا أبطال في قوانين كرة السلة تتكون مباراة من أربعة أشواط ومدة شوط الواحد عشر دقائق وعدد لاعبي الفريق خمس لاعبين لا تبدأ المباراة بدون وجود خمس لاعبين على أرض الملعب لكل فريق مدة الهجمة يا أبطال يجب على الفريق تسجيل أو التصويب اتجاه برج المنافس خلال 24 ثانية يفوز في المباراة أكيد من يسجل أكبر عدد من النقاط حتى لو كان بفارق نقطة واحدة يا أبطال قوانين كرة الطائرة تتكون مباراة من خمسة أشواط ينتصر في المباراة الذي يفوز بأول ثلاثة أشواط يعني لو فاز واحد في أول ثلاثة أشواط لا نكمل آخر شوطين يا أبطال عدد لاعبين الفريق ست لاعبين مثل ما ذكرنا ثلاثة بالخط الأمامي وثلاثة بالخط الخلفي عدد نقاط الشوط الواحد خمسة وعشرين نقطة يجب الفوز بفارق نقطتين إذا تم وصول النتيجة للتعادل 24-24 لازم تنتهي المباراة عند 26 وهكذا يجب أن يفوز الفريق بفارق نقطتين روح المنافسة المحمودة يعتبر أن الشاط البدني داخل مدرسة من المناهج الدراسية التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات وذلك من خلال التدريب أو المنافسة بطريقة منظمة بين أفراد الفصل الواحدة وبين الصفوف الدراسية ويجب أن تتاح الفرصة للجميع بالمشاركة باختصار يا طلاب روح المنافسة يجب دائما أن يكون عندنا روح المنافسة المحمودة واحترام جميع الزملاء ومحاولة احترام الرياضات بشكل عام واحترام زملائي في الفصل جميعا حتى ننعم برياضة جميلة وننعم أيضا بحصص دائما جميلة مع بعض يا أبطال في ختام مراجعتنا يا أبطال أتمنى أنكم تكونوا نصفتوا استمتعتم درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيعوا دائعوا في أمان الله